تنمير مرافق الخدمات اقتطالات داخلية وصرقة ممتلكات المواطنين هذه بعض تدعيات عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري خلال شهر أكتوبر من عام 2019 المرصد السوري كشفت تعمد القوات التركية إقاف محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة لأكثر من 25 يوما ما خلق استياء شعبيا ولفت المرصد إلى الاقتطال الداخلي بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين بسبب خلاف على تعيين مدير لمعبر المدينة ما أوقع ثلاثة قتلى وخمسة جرحة ولم يقف الغضب على ترد الأوضاع فقط بل بإقصاء أهل مدينة رأس العين من المناصب الإدارية مع رفض لكل المتقدمين لإدارة البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا كما تحرض الفصائل الموالية لتركيا سكان رأس العين على بعضهم مع أغلاق محال تجارية تحت تهديد السلاح ومدهمة المنازل لمن يرفض همنة الفصائله على المعبر الحدودي فيما يتم سرقة القمح من مناطق نبع السلام إلى أنقرة تحت غطاء شرائه من قبل مؤسسة الحبوب التركية عبر بوابته طالبير الحدودية وفق المرصد السوري مع كل تلك الانتهاكات الموثقة يبدو جاليا استنزاف القوات التركية لثروات المناطق السورية عبر انتهاج لسياسة الأرض المحروقة لتبتعد عملية نبع السلام عن هدفها المعلن إلى تصدير المعاناة والأزمات للمدنيين عبر انتهاكات لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر